في غطاس أوروبي اتعرض قبل كده لعدة سمكة البراكودا ونجا منها ولما تسأل عن إحساسه بعد الحادثة قال إن كل حاجة بتحصل في لمح البصر ولا حتى هتلحق تلاحظ إن كان في سمكة قريبة منك وهتهجم عليك مش هتشوف بعد الهجوم غير زعونفة طويلة عيمة في المية ويدوب هتاخد بالك إن في حتة لحم مفقودة من جسمك وحواليك بركة من الدم سمكة البراكودا فعلا سرعتها هتخوف حتى لو ما قربتش منك وبتصل سرعتها أثناء الهجوم ل57 كم في الساعة يعني في ثواني ممكن تلاقي دراعك تقطع وانفصل عن جسمك قدامك وإنت هتكون لسه بتفهم إيه اللي بيحصل